أكيد فيه غيابات عن النادي الأهلي غيابات مؤثرة لعيبة أساسية عناصر مهمة جدا على رأسهم محمد الشناوي وسام أبو علي أليو ديانج ياسر إبراهيم محمد الضاو كريستو للإصابة أحمد عبدالقادر وكريم الدبيس ومحمود متولي ومصطفى مخلوف لأسباب فنية وحابي بقف عند غيابات النادي الأهلي وده اللي قاله مستر كولر في المؤتمر الصحفي أو خلال اليومين اللي فاتوا شفنا في المؤتمر صحفي مستر كولر وهو قال إن أنا كان عندي أسبوع يدرنا إن احنا نستعد فيه إن شاء الله بشكل يكون أفضل لكن ما اتكلمش عن الغيابات قال عندي لعيبة مهمة لعيبة عندها إصابات لعيبة لسه الجاهزية ما وصلتش بنسبة مية في المية لكن اتكلم على ثقته في كل لعيب النادي الأهلي وإحنا من هنا بنتكلم وبنقول إن احنا عندنا ثقة في كل لعيب النادي الأهلي بداية من مصطفى الشبير إن شاء الله لايكون موجود النهاردة في التشكيلة الرئيسية وهنستعرض مع حضراتكم بعد قليل وهيكون زملنا كريم أحمد وهنحط لحضراتكم التشكيل وكل الأمور هناك في معسكر النادي الأهلي مصطفى الشبير ومحمد الشناوي محمد الشناوي اللي سافر لمعسكر النادي الأهلي وسافر علشان يكون متواجد مع الفريق محمد الشناوي واحد من كبات النادي الأهلي ودوره مهم جدا داخل الفريق علشان كده كان محمد الشناوي صفر مهم جدا في الساعات القبل المباراة علشان يتكلم مع مصطفى الشبير مع الزنفالي مع حامزة علاء يقدر يوصل لهم خبراته الكبيرة مصطفى الشبير النهاردة إن شاء الله هتكون أول مباراة لي قمة كان متواجد قبل كده كان متواجد في أحداث كبيرة في نهايات زي دوري أبطال أفريقيا زي السوبر المصري مصطفى الشبير اللي نال إعجاب جماهير النادي الأهلي وثقة جماهير النادي الأهلي نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق في أول مباراة هيلعبها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كان متواجد قبل كده ولكن كان في تشكيلة ما كانش في التشكيلة الأساسية كان في قائمة المباراة لكن النهاردة هيكون متواجد في التشكيلة الرئيسية بإذن الله أيضاً واحد من العناصر الحديدية داخل دفاعات النادي الأهلي ياسر إبراهيم اللي بيمر بأفضل فتراته هيخسره النادي الأهلي النهاردة وكان تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية في مباراة ميديامة الغاني لكن عندنا ثقة كبيرة إن شاء الله في محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وأيضاً عمر كمال عبد الواحد عمر كمال اللي قدر يوظفه ميستر كولر في مباراة البلدية وبدأ يدخله في مركز المساك وكأننا تعاقدنا مع لعيب جوكر بيلعب باكرايت ويلعب باكليفت يلعب في وسط الملعب يلعب في الخطوط الدفاعية ودي أهمية صفقات اللي تعاقد معها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة لما بنتكلم على الأليو ديانج أيضاً واحد من العناصر المهمة لكن الحمد لله عندنا عناصر تقدر تسد في وسط الملعب مروان عطية وإمام عشور عندنا كريم ندفد عندنا محمد ماد أفشة عندنا عمر السلية وأيضاً عندنا أكرم توفيق اللي بيلعب في المكان ده وأجاد فيه بشكل كبير بيلعب باكرايت وبيلعب في وسط ملعب مدافع دي أهمية أن يكون عندك لعب بيقدر يلعب في كذا مركز دي أهمية اللاعب اللي بيلعب جوكر زي بقوله بلغة الكورة ده بيكون مهم جداً وفي خط الهجوم الفلسطيني وسام أبو علي اللي في فترة أصيره نال إشادة كبيرة جداً من ميستر كولر وكل جماهير النادي الأهل هنخسره للأسف في لقاء اليوم ولكن عندنا ثقة في مودست وعندنا ثقة في محمود كهربا محمود كهربا اللي شفنا كولر وبتصريحاته وعايز يستفز مشاعره الكروية علشان يقدر يطلع أفضل ما عنده علشان الفترة اللي جاية كولر اللي نتكلم عن كهربا وعارف قيمة محمود كهربا داخل الفريق محمود كهربا اللي كان موقوف فترة كبيرة وما بيلعبش ورجع وبدأ يكون أساسي مع كولر وأشاد ونال إعجاب كولر وبدأ يسجل ويدخل في فورمة النادي الأهلي إن شاء الله يكون متواجد النهاردة عندنا ثقة في كل لعيبة النادي الأهلي وعندنا قبل ده كل توفير ربنا سبحانه وتعالى وأيضا جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي احنا دايما بالرهن عليه في كل مكان جمهور النادي الأهلي اللي كان متواجد مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية في السعودية ورسم ملحمة كبيرة جدا على أثرها توج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية